أني هل عايزين نسألك موقفك الرائع مع الهلال الأحمر المصري في دعم قضية غزة؟ بص أنا عايزة أقولك حاجة قضية غزة دي شغلي شغل دلوقتي دي أساسي أنا سايبة الدنيا كلها وقاعدة أبص على اللي بيحصل والأحداث وتطورات وأنا زعلانة جدا جدا وحزينة على شهدائنا كلنا والله كلنا دي حقيقة يعني نفسيا كلنا يعني محبطين يعني أنا مش فاهمة الإبادة الكاملة اللي معمولة الشعب والأطفال عزل عزل يعني أنت يعرفت أكثرهم أطفال يعني شعب عزل يعني حرام ومشأل ما فيش في إيده حاجة وبعدين ما بيقفوش يعني حتى وبيجتمعوا الرؤساء بيتكلموا وده ضرب 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 فيه إيه يا جماعة حتى صحفيين حتى مستشفيات حوالين المستشفيات بقى دلوقتي التهديدات وعايزين يضربوا المستشفيات لأ وبيضربوا اضربوا المعملية وصحفيين ابتدوا مش عايزين حد يتكلم والفيسبوك هتنزلي حاجة عن فلسطين هتنزل الريتش هيوقفوا الصفحة ايه ده؟ طمم بيحددوا بقى بصوتنا الإرهاب العالمي ده اه طبعا الإرهاب العالمي ده انتوا عايزين ايه؟ احنا مش عارفين خطة معمولة لهدف معمول ايه والهدف ده بصراحة يعني شابو لسيات الرئيس طبعا طبعا بصراحة انه وقت القرار حازم عائل وحازم بالزبط ومدروس بالزبط وانا عارفة دماغه كويس عارفة وعارفة ردوده امتى ومردودش امتى يعني انا فهمت سياسته لان انا بحب اقوى اقرأ في السياسة وبقى دايما عارفة كل اللي بيحصل فانا لقيته اه انا لقيته بصراحة يعني انا خفتي انفعل او يبقى رد فعل جامد ايه عارفة دي كلمة دي اقادمين الغيز اه اقادمين الغيز هو مسك نفسه كويس جدا وحقيقة وبيحاول يحل القضية انا شايفة انستاد الرئيس لوحده عمال يحاول يحل في كل حتة لوحده وبيحاول مع كل الدول حتى انا مش عارفة الدول حقيقة انا اسفة ان انا اقول كده طبعا مع احترامي لجميع الدول الدول مش مواقفها مش عجباني للأسف في الموقف ده للأسف يعني انا مش عارفين يعني احنا سيدين اهلنا واطفالنا وابهات وامهات والشيوخ والناس بتموتوا كل يوم بالالاف يعني الجد اللي بيحصل مهزلة مهزلة انسانية رهيبة انا حتى في الهلال انفعلت هناك وقالوه حتى لو ما لبسنا لبست ماينفعش نتكلم في السياسة طاردت اقتم بس انا في الاول كنت منفعي لان انا عرفت كمان معلومات ان المساعدات بتخش او كل حاجة وبتدوها ومش كاملة ومش كفاية وعملين لك حاجات برضو يعني هما ادانها فالعايز اقول حتى بيقولوا لي حتى لو اتضرب الهلال احمر بتاع فلسطين احنا هننزل كهلال احمر مصر هننزل فالعايز اقولوا ايه 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 الافترة ده انا محروق دمي انا محروق دم انا بعرفش انام والله كلنا اقسم بالله يعني انا بعرفش انام حلما بنفتح التلفزيون ونشوف الاخبار وبنسمع ده بنبقى عندنا نفسيا محبطين مصدومين مش الناس كلها على فكرة عايزة توقف بصي انا مش خايفة على مصر انا مش خايفة على مصر طبعا جيشنا قوي جدا الحمد لله طبعا وجيشنا مخابراته قوية جدا وعرفة كويس قوي بخير طبعا سيدة الرئيس طبعا ان ده مفيش خطر على مصر